سلام تدي جوارديولا كم من عشرة في إدارته للمباراة النهاردة؟ بص هو تقييم جوارديولا مش هيكون على المباراة دي تماما هي الفكر ان احنا دلوقتي كنت فيه مع بعض تريبا؟ لا لا جاي مع بعض جوارديولا لما راح مانشستر سيتي في 2016 كانت دايما بيتقال له انت مش هتعرف تغير الدورة الانجليزية هاوتي الدورة الانجليزية واضحة مش هتعرف تطبق الأفكار اللي انت كنت جاي عايزة موسم اول ما كانش على المستوى المقامول من منشستر سيتي وجوارديولا بعد نهاية الموسم مع التدقيمات اللي عملها اكتسح جوارديولا الدورة الانجليزية الربعية المحلية عمل كل حاجة كان نقصه دايما دور الابطال كانوا بيقول له ان انت خلاص انت حققت دور عملت كل حاجة في انجلترا مش هتعرف تكسب دور الابطال دايما دايما للعصية عليك وزي ما محمد مصطفى قال ان انت هتفضل في عباقة ليون الميس جوارديولا النهاردة حتى لو المباراة دي هتقاها واحدة من اقل مباراة منشستر سيتي في دور الابطال بس هو كسب دور الابطال سمتش كان متعة جدا 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 يعني كان ممتعة لان انتر نفسه اللي الناس كان بتشوف انه هو نسبته 25% بس في انه حقق لقب دور الابطال كان قبل توصيلنا قد انه يتعادل وكان ممكن كمان يتقدم اصلا قبل الهدف اللي سجله رودري لكن كان لو طاله ضيع فرصة وكان ممكن يتعادل بعدها مباشرة وضيع لوكاكو فرصة وصد فرصة الأصلا لفرقته وضيع فرصة تاني في الأداية الأخيرة فهو انتر عرف يخلي منشستر سيتي ما يظهرش بأفضل صورة ممكنة أو الصورة للناس كلها كانت متخيلة لمنشستر سيتي الناس قبل الماضي تقول لك 4 و 5 وجوارديولا يعني هيخلي انتر فريق يعني يندم انه وصل لنهاية دور الابطال لا انتر عمل مباراة ممتازة جدا اه الناس دائما بتفتكر الفريق الفائز بس ما ينفعش ننسى ان انتر فريق قدر انه هو يوقف كل عناصر لعب منشستر سيتي في المجرات النهاردة وقدر انه هو يحرج منشستر سيتي والنهاية انه خلاص اه منشستر سيتي كسب البطولة بس انتر يرفع لها الكوباعة